مصر القديم كان دايماً بيحريص إنه كان بيقدموا كربان لأهلها أهلها تالحصاد كان اسمها رونوتيت إن أنا صمعها بتتعمل في الموسم بس تفضل موجودة في السنبل أكتر من 20 أو 30 سنة ما فيش أي حاجة تقرب له ولا الأمح يتلف ولا العصافير تاكله أنا محمود محمد من محافظة الفيوم بالتحديد مركز النورس كاري البيعم وعزبة سعودي أنا من مواليد 1995 الأمر 26 سنة خارج كلية التربية كاسمغيرجي حصل على باكدورس في العلوم والتربية بنسبة طبعاً العروس الحصاد ديت بعملها تقريباً أكتر من 10 سنين اه تعلمتها من جدي الله يرحموه وجدي كان من مواليد 1934 كان هو اللي بيعلمها لنا طبعاً تعلمتها منه طبعاً في الغيط هنا في الحاكل كنت قاعدين جنبه وشوفنا طبعاً بالملاحظة وبيعملها إزاي طبعاً محدش بيعملها هنا في البلد أو مستوى القرية كان غيره اللي هو بيعملها احنا هنا اكتسبناها منه طبعاً عروس الحصاد دي كل هنا بيحتفل بيها في موسم الحصاد اللي هو طبعاً موسم خير موسم الأمح بتعتبر طبعاً فرحة للجميع زي موسم مثلاً زي شهر رمضان كده زي الفانوس بالنسبة زي الفانوس كده مثلاً بالنسبة للأطفال دي اعتبر الناس بالفلاحنينة والجميع بيحتفلوا بيها زي الفانوس طبعاً كله بيحتفل بيها في بيعلاوها طبعاً في المنازل ومام الاجذدودان بتاعتهم وفي المكاتب طبعاً دي منقولة من الحضارة المصرية يعني مش مش ابتقار للإنسان العصري الحديث لو دي منقولة من الإنسان القديم من الحضارة المصرية كان بيقدموها لآلهة الحصاد كان معروف عندهم عند المصر القديم فيه آلهة الحصاد يسمى رنوتيت تمام؟ كان بيقدموه كربان لالهات الحصاد. ليه بقى? المصر القديم كان بيعتبارها يعني كربان كده رمز للخير. في الموسم اللي هو شهر ابريل شهر اربعة السنة. الموسم ده طبعا الشهر ده معروف ان فيه بتحصد الامحة وفيه غلة كتير. فالمصر القديم كان دايما بيحريص انه كان بيقدموا كربان لالهات. وكان عندهم طبعا اهلات الشمس اهلات كان فيه كزا الهات من ضمنهم اهلات الحصاد. كان اسمها كان بيقدموا دية طبعا كربان لالهات. طبعا الكلام ده موجود في كلية الاثار سواء جامعة الكهرة او جامعة الفيوم. اه ان هي طبعا كان موجودة في الحضارة المصرية القديمة وتتقدم كربان لالهات. اه بتجبط طبعا في شهر اربعة ما اطلع شهر ابريل من كل سنة طبعا الامحة لسه طبعا ايه لونه اخضر شوية ولسه متحصدش خلاص اه اه قرب على الحصاد بتاعه وفضله مثلا ايه اسبوع او اسبوعين. بنبدأ بقى نعملها بتتعمل من سنابل القمح حسنونكم شايفين كده نص السنبلة اللي فوق. ما بتتعملش مسلا ما بتستهلكش عمح كتير. ممكن تاخد من حوالي عشرين من عشرين سنبلية لحد خمسة وعشرين. بتطلع بالشكل ده. ما بتاخدش مسلا اي مواد تانية هي سنابل وعمل يده وي بس. ولا فيه مقص مسلا ولا فيه قص ولازع له في اي حاجة. عمل يده وي بس. اه طبعا بنعملها كل سنة في الجميع هنا بحريص انه ياخدها منه وبنهديها البعض. كامل ليه صديق في اه شغال هنا في الفيوم حظر في الفيوم في هيئة الاسار والسياحة. حارس كل سنة طبعا بينزل هنا معي الحقل وبياخد بعض الصور وبياخد كمية مني. يوزعها طبعا في قرية تونس. قرية تونس طبعا كله عارف عن الكارية السياحية هنا في الفيوم. ووزعها طبعا مرشي دوقا مع السياح دايما في جزء من السياح بياخدها منه. والكمية الباقية طبعا بيوزعها البزارات هنا وبيوزعها الناس. اه في البزار سعرها بالتحديد انا مش عارفة. وسوى ممكن بياخدها منه في خلال مسلا زي اربعين جنيه. ده السعر اللي هو بياخده منه. في البزار بقى ممكن من الخمسين مارتها من الخمسين. يعني سواء تقلل حاجة بسيطة او تزيلها عن الخمسين جنا حاجة بسيطة. كعملها بتتعمل في الموسم بس يعني ان انا صمعها بتتعمل في الموسم بس. كما بتعيش? لا بتعيش عمره طويل. ممكن تعني يعني تعيش فيها ال 20 سنة او اكثر من 30 سنة. تفضل محفوظة كده كده في البيت مثلا او في المنزل. بتفضل متعلقة كده كده اتوحها في النية. آآ لا محا يفضل محفوظ ده هو السمبل لدعته ما مافيش هاي حاجة تقربله. ولا هو السوس ولا بالنسبة للعصفير. مافيش ايا اياه حاجة تقربله. هو هي كده سن حاجة كده مثلا تفضل موجودة في في السمبل اكثر من 20 او 30 سنة. مافيش اياه حاجة تقربله. الا الام هيتلف ولا صارتها طالما هم تعلقها مفيش ولا عصافير ولا اي حاجة تقدر تقرب لها خالص نهائي. اه اللي حبيبني في عروس الحصات طبعا اه جدا الله يرحمه وكان معنا طبعا في الارض. اه الشكل بتاعها حلو طبعا وامتاز يعني الشكل هكتوحها في ان هي حلوة وهي فرحة اعتبر موسم الحصات. اول موسم الحصات ما بييجي في شهر ابريل فانت بتحب تعمل عروسة وبتهدي الجميع بيها. كمان ان الناس الباية بيحبوها جدا اول ما بتعملها ناس كتير بتطلبها منك. نفس طبعا الناس تعرفها يعني هي في ناس كتير يجهلوها يعني نفس طبعا ناس كتير تعرفها. وتتحط مسلا في متاحة فنية وتتوزع البازارات او يعني الناس تعرف السياح بيها. تعرف السياح ندي من الحضار المصرير القديم.